بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله ورد في حديث أبو هريرة الحديث المتفق عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الرجل ممن كان قبلنا فقال عليه الصلاة والسلام بينما رجل يمشي في طريق اشتد به العطش فوجد بئرا فنزل فشرب فإذا كلب يعني تفاجأ بكلب يلحث يعني يخرج لسانه والكلب يخرج لسانه إما من الحر أو من التعب أو من العطش فهذا الكلب أخرج لسانه من العطش يأكل الثرى التراب الرطبة فكان يأكلها حتى يخفف العطش على نفسه فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني فأخذ خفه الخف الذي يلبس على القدم من جلد ونحوه وهو مغطى من كل الجوانب لكنه مفتوح من الأعلى فأخذ الرجل خفه فنزل ثم ملأ الخف ثم سقى الكلب والحديث له روايات الحقيقة هذا عمل جميل عمل لطيف ولكن أعجب منه عطاء الله جل وعلا لهذا الرجل فما الذي أعطاه الله عز وجل انظر ماذا قال عليه الصلاة قال فشكر الله له وغفر الله له وأدخله الجنة كل هذه الأمور الله جل وعلا أعطى هذا الرجل في حديث آخر مشابه لهذا الحديث قال بينما رجل يمشي في الطريق فوجد غصن شوك فأزالها عن طريق الناس فماذا أعطاه الله جل وعلا قال فشكر الله له وغفر الله له بل في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت رجلا يتقلب في الجنة رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر طريق كانت تؤذي كانت تؤذي المسلمين ما الذي فعله هؤلاء ذاك سق كلبا وذاك أزال غصنا والله عز وجل أعطاه فما الذي فعلوه حتى يعطيهم الله جل وعلا كل هذا الأعطاء أيها الإخوة هناك خصلة وصفة من اتصف بها أعطاه الله جل وعلا ما عمل وفوق ما عمل إنها الصدق مع الله جل وعلا أكبر علامة تدل على أن العبد صادقا مع ربه جل جلاله إخلاص عمله لله لا يمكن أيها الإخوة أن يكون المنافق صادقا مع الله لا يمكن أن يكون المرائي صادقا مع الله لا يمكن أن يكون المعجب بنفسه وعمله صادقا مع الله لا يمكن أن يكون من يبحث عن الشهرة صادقا مع الله جل وعلا أعظم شيء يكون في نفسك من عمل صالح تقابل الله عز وجل به يوم القيامة أن تكون صادقا معه في الدنيا يقول الله جل وعلا قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ماذا لهم؟ ما يثمر صدقهم في الدنيا لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورض عنه ذلك الفوز العظيم ألا تريد أن تكون منه؟ ألا تحب أن تأخذ هذه الصفات؟ أيها الأحبة لو أن رجلا ذا شهم وفضل ومرؤة استعجر رجل عنده ولاحظ هذا الرجل أن هذا الأجير يعمل معه بالصدق وإخلاص كيف تتوقعون أن يتعامل هذا الرجل مع هذا الأجير؟ سوف يتعامل معه معاملة خاصة وسوف تكون له مزية عن غيره لأنه رأى فيه الصدق في عمله هذا إذا كان مخلوق بمخلوق فكيف بالعبد لو صدق مع الله جل وعلا؟ كيف يكون عطاء الله جل وعلا لهذا العبد الصادق معه؟ يقول الله جل وعلا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم وبعد صدقك مع الله جل وعلا ما أجمل أن تكون كذلك صادقا مع الناس بلسانك بإحسانك بحسن تعاملك أيها الأخ الحبيب الصدق هي من جات والله عز وجل يقول إن المتقين في جلات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر حينما الصدق مع الله جل وعلا في هذه الحياة الدنيا أعطاهم الله عز وجل مقعد صدق عنده في الآخرة جعلني الله وإياكم من هؤلاء الصادقين بفضله ورحمته والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد اشتركوا في القناة